اعتبروا معا. والله بص انا انا انا. انا سريعا بس نروح لنقد الرئيس كبير. استاذ ايمان بادرة. مساء الخير يا فن. مساء النور اهلا وسهلا لكابتن استاذ ايضا حضرتك. استاذ ايمان بي اخبار حضرتك كله تمام. الله يخليك تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام والاخونا الكبير وكابتننا الكابتن اكرامي واخويا العزيز والكابتن النجم شامحنا في بحييكم جميعا. تحياتي استاذ ايمان وحيشنا والله كتير. وبعدين مش هشوفة كله ايه? ما انت بقى هربان مني يا كابتن. لا انا كلي. بقيت في التجمع ما بقيتش توقيت دلوقتي عندنا. لا الصبح باجي. باجي بعد صلاة الظهر بعد اشرب شي كده فايه? يعني بس انت بتصحب اتأخر اصلا. لا انا كن بقيم في الشغلة كبير. بس اتأخر عشان خاطرك مخصوص. والاستاذ زي يسير رزق يرفدنا بقى يرفدنا مش مشكلة بقى. تبقى تيجي تتوسطني. الاية اللي تليني ايمان ربنا يا كلمة. اسلام لي يا حبيب ازاك كبير الله يا كلمة. ايمان بيه الحقيقة يعني ببارك لك وبحييك اه على جريدة الاخبار طبعا بتنشر اول لقاء صحفي خاص وحصري مع اه الرئيس اه الجديد للفيفا وده سب يحسب لاخبار الرياضة. يعني انفانتينو في اول حديث ان هو يبقى في اخبار الرياضة ده شيء الحقيقة اكتر من رائع يا. والله يا كابتن سيف الحمد لله رب العالمين انه اخبار رياضة اه يعني اه بصدل الله سبحانه وتعالى وبجهود اسر التحرير كلها وزملائنا المحبين لها حتى لو مش من اسر التحريرها ومنهم اه يعني زمن العزيز معتز الشامي هو طبعا احد الصحفيين النبيين والمميزين في صحيفة الاتحاد الاماراتية ومعتز الحياة بحكم عمله هو دائم يعني الانتقال والسفر وكان حياة من الناس اللي بيغطوا انتخابات الفيفا وهو على العلاقة يعني من سنوات طويلة مع انفنتين ويمكن كلمني اكتر من مرة وكان الراجل موجود معاه وكان في وعد انه هو اه يعني في حالة نجاحه اه طبعا يمكن احنا عاطفيا يمكن كنا طبعا ميالين انه يكون يعني الرئيس عربي ولكن اه في حالة نجاحه انه هيخصنا باول حديث كصحيفة اه مصرية ويمكن مش هزيع سر انه يعني حتى قبل انتخاباته الحقيقة كان بيكلمني عن طريق معتز وعرض انه هو ييجي مصر لكن طبعا حساسية موقفنا انه كان فيه اتنين مرشحين عرب اه كان يعني بيحول دون هذا الامر ويمكن انا قلش الكلام ده للمهاندس انا يا بريدة الحقيقة يعني انا بكشف الكلام ده الاول مرة وهو طبعا المهاندس انا يا بريدة كان اه يعني والتحاد الكرة اعتقد كان عنده اتزام عربي فكان موضوع حساس لكن اه لما اه نجح انفنتينو اصبح امر واقع والراجل يعني ما هواش غريب على المنطقة العربية لانه زوجته زي ما يمكننا في كتير عارفين اه اه لبنانية وهو يعني كتير جدا بيبقى موجود في دبي وكتير جدا موجود في بيروت وبيحب المنطقة العربية اه الحقيقة احنا كلمناه على موقفه من مصر بقى موقفه من الدول العربية بعد اه يعني الانتخابات فقال طبعا انا بالنسبة لي الموضوع انتهى وطبعا حتى يعني مع الشيخ سلمان او الامير علي بن حسين الانتخابات لم تفرقنا انا جاي علشان عندي هدف رئيسي مهم جدا ان انا اعيد الهيبة للفيفا وعيد السمعة الطيبة لجمهورية كرة القدم اللي طبعا تلوثت في الفترة الماضية او يعني بمعنى ادق طبعا وده الكلام ده على الثاني مش على الثاني ودلوقتي انا بقول انه انكشف الفساد يعني انا كان موجود هو بيقول هو بيقول تحديدا يعني انا اتطلع لاعادة الهيبة الى مستحاد الدولي اه اتكلم طبعا عن مصر كابتن سيف وقال ان انا انتظروا زيارتي خريبا لمصر ان شاء الله ما انكرش علاقته طبعا ببلاتيني لانه اشتغل خمستاشر سنة في الويفا قال انه هو طبعا بيتعامل ايضا مع بلاتر مالوش دعوة بالاتهامات اللي يعني اه احيطت بي والعقوبات اللي اتعرض لها حقيقة الحديث انا بتمنى انه كل دواسط الرياضي يقرأه لانه بيستشرف المستقبل بالنسبة للرجل اللي بيحكم اه كرة القدم في العالم في الفترة المقبلة واكيد حيبقى لنا معا يعني اه صوالات وجوالات في ما هو قادم من سنوات في عمر كرة القدم المصرية والعالمية ان شاء الله الحقيقة انا انا استمتعت بقريته استمتعت اكتر وحضرات بتتكلم عن عن اللقاء ان هو يكون في في جريدة رسمية ده شيء الحقيقة شرف لنا كلنا لا الحقيقة شرف لنا ان احنا اه نحظى بالتقدير من قناتكم ومن اعلامي مميز زي حضرتك بنا خليكم وجود يعني القامتين الرياضيتين طبعا اه كابتن اكرامي وحشام اه حنا في اخونا الصغير سنا وكبير مقاما وان شاء الله باذن الله تعالى اه نحرص دائما على ان احنا اه نتعاون كلنا كمنظومة اعلامية ان احنا نشرف الرياضة المصرية والفحافة المصرية وانتظرونا دايما في اخبار رياضة زي ما احنا منتظركم على الحياة اه بس انا بس انا ليه طلب ليه طلب شخصي بعد اذنك افنا لا اتفضل 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 انا انا عايز اعرف بس فين المكان حضراك اللي كابتن اكرامي بشرب فيه الشاي الصبح ده اوعى اوعى يا ايمن اوعى هو تحت بيتي بس مش هقول لك فيه لا كده خلاص كده مرأة كده مرأة كده مرأة من بيه خلاص كده تمام بشكورك افنا شكرا جزيلا انا انا اصد ايمن بدرة ان اكد رادل كبير طبعا ويعني نبارك تاني الاخبار رياضة الحقيقة يعني انفراد وتقرير اكتر من رائع سيد المعتز الشامي وان شاء الله باذن الله دايما كده في فاصل سريع ونرجع تاني مع النجومنا داخل استوديو الحياة